موسيقى السلام عليكم بعد أقل من سبعة أشهر على احتفالها بولايتها الرابعة على التوالي والخامسة بوجه عام ها هي صفحة رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة تطوى سياسيا على أيدي طلاب بلغاليين الثائرين الذين أجبروا المرأة الحديدية التي هيمنت على الحكم في البلاد لقرابة عقدين كاملين على الفرار ومغادرة العاصمة دكا على متن مروحية عسكرية في مشهد يشبه ذلك الذي حدث في المنطقة العربية قبل 13 عاما وأمام التظاهرات العارمة التي عمت أرجاء بنغلاديش منذ حزيران يونيو الماضي وسقط فيها نحو 300 مواطن اعتراضا على نظام المحاصصة في الوظائف لم تجد الشيخة حسينة بعد أن اقتحم المتظاهرون مقر رئاسة الحكومة سوى تقديم استقالتها كخيار وحيد بعدما وصلت الأمور بينها وبين الشعب إلى طريق مسدود لتغادر البلاد إلى ولاية البنغال الغربي الواقعة في غربي الهند وسط أنباء عن توجهها إلى بريطانيا وفي خطاب متلفز الله قرر قائد الجيش في بنغلاديش وقر الزمان تولي المؤسسة العسكرية المسؤولية بعد استقالة حسينة معلنا عزمه عقد محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة بمشاركة العديد من التيارات السياسية المختلفة داعيا المواطنين إلى الكف عن العنف والثقة بالجيش وبعد عدة جولات من السجال ومعارك الكر والفرد بين الشارع المتمترس بحقوقه والشيخة حسينة المحمية بسلطتها وجندها نجحت طلاب الثائرون في إنهاء حكم المرأة التي حكمت البلاد بالحديد والنار لأكثر من عشرين عاما الحكاية باختصار لساد المشاهدين للتعرف على أسباب هذه الأزمة في سبعينيات القرن الماضي أسس رئيس الوزراء بنغالي آنذاك الشيخ مجيب الرحمن والد الشيخ حسينة وقائد مسيرة استقلال البلاد أسس نظام المحاصص الكوتة والذي يخصص نحو ثلث الوظائف الحكومية لأبناء المحاربين القدماء الذين شاركوا في حرب الاستقلال ضد باكستان عام 1971 كان هذا النظام حينها مقبولا على المستوى الشعبي كنوع من التقدير والوفاء لمن شاركوا في حرب الاستقلال والتحرير لكن مع مرور الوقت بدأت الأمور تتخذ منحا آخر فهناك أكثر من أربعمائة ألف خريج يتنفسون سنويا على ثلاثة آلاف وظيفة حكومية فيما هناك نحو ثمانية عشر مليون شاب عاطل عن العمل ضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات كيف استطاع الطلاب في بنجلادش إسقاط حكومة المرأة الحديدية الشيخ حسينة على أي الأسس تحرك الطلاب الثائرون ونجح ثورتهم ضد الحكم الاستبدادي في بنجلادش وهل ستنعم بنجلادش بالاستقرار بعد سيطرة الجيش على حكم البلاد؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان ثورة الطلاب في بنجلادش سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الكاتب الصحفي البنجالي محمد ذاكر حسين أستاذ محمد حياكم الله مرحبا بكم الله حيك شكرا وعبر سكايب الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الآسيوية عبدالله خالد هلال أستاذ عبدالله حياكم الله مرحبا بكم أهلا وسهلا وسينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ في جامعة غازع انتابة تركيا الدكتور ميزان الرحمن دكتور ميزان مرحبا بكم حياكم الله أهلا وسهلا مشاهدين ضيوفنا سنذهب إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب ثورة الطلاة في بنجلاديش نرحب بضيوفنا الأستاذ محمد والأستاذ عبدالله والدكتور ميزان أبدأ معكم أستاذ محمد يعني في سبعينيات القرن الماضي كما جاء في المقدمة أسس رئيس الوزراء البنجالي آنذاك الشيخ مجيب الرحمن وهو والد الشيخة حسينة وإيضا يعتبر هو قائد مسيرة استقلال البلاد نظام الحصص أو المحاصصة الكوتة والذي يخصص قرابة ثلث الوظائف الحكومية في بنجلاديش لأبناء المحاربين القدامى الذين شاركوا في الاستقلال ضد عن باكستان عام 1971 ما هو الهدف من تأسيس نظام المحاصصة الكوتة؟ حقيقة تعرف بعد استقلال من باكستان نعم دولة بنجلاديش كان جديد نعم وفي الاستقلال الذي شاركه لاستقلال حقهم كان جهود كبير وقتلوا كثير الناس والجيش والعسكرين كثير نعم ما دام دولة جديدة الشيخ مجيب الرحمن نعم ومسؤولين حق الدولة نعم وهم فكروا أني نحن حصلنا دولة جديدة ولازم نحن نعطي فرصة لأبناء المحاربين نعم فلهذا أخذ قرار أن يأتي وظائف تقريبا ثلاثين في المئة نعم وظائف لأبناء المحاربين وذلك تقديرا لجهودهم في الاستقلال عن باكستان يعني أتت الوظائف يعني عرفانا بالجميل للمحاربين القدامى ليس كذلك أستاذ محمد نعم نعم طيب أستاذ عبدالله وجدد أترحب بكم هذا النظام كان مقبولا نوعا ما على المستوى الشعبي كنوع من التقدير والوفاء ورد الجميل لمن شاركوا في حرب الاستقلال والتحرير من باكستان عام 1971 لكن نلاحظ أنه مع مرور الوقت بدأت الأمور تتخذ منحا آخر ما الأسباب التي أدت للسخط الشعبي على نظام الحصص الكوتة ما سبب في ذلك نعم هذا النظام الكوتة إذا نظرنا في أمره بعد استقلال بنغلاديش تم طرحه من القمة إلى القاعدة من الرئيس إلى المرؤوسين أو إلى التابعين الذين شاركوا في قدام المحاربين الذين شاركوا في الحرب ولم يكن بناء على طلب شعبي أو على الضغط من هؤلاء القدامى وإنما كان منحا منه لهؤلاء القدامى وهي كجميع الدكتاتوريات في العالم أو حول العالم يقوم الرئيس أو الحاكم ببناء ثلة من الناس حوله يشتري ولائها ويتمكن منها ومن قرارها السياسي لتكون داعمة له في كل عملية سياسية أو في كل مرحلة هذا هو الهدف البعيد من هذه العملية فهذا الأمر هو دخيل على التركيبة السياسية وتركيبة الاجتماعية في البلد يعني ليس حاجة الناس أن يكون هناك 30% لهؤلاء القدامى من المحاربين ربما تكون هناك منحا لمدة من الزمن سنة أو سنتين أو ثلاثة أو خمس سنوات أما أن تستمر لمدة أربعين سنة فهذا بعد أربعين سنة الناس التي لم تشهد هذه الحرب ولم تكون على اقتلاع بما جرى ولم تعاصر الأحداث فرى أن هذا القانون دخيل وأن هذا شيء غير متناسب أو غير مندمج في القانون العام قانون العدالة والمساواة التي تطرعه الدول والذي يفكر فيه الإنسان المنطقي السليم في هذا المجتمع وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء وعندما تكون تركيبة المجتمع بنسبة 96% من الإسلام السنة وهناك جماعات إسلامية وجماعات الإسلام السياسي التي في الأصل هي في أصل إديولوجيتها تعارض تمثيل النساء في الحكومة أحيانا أو تعارض وجود المرأة في البرلمان تعارض وجود المرأة في الحكم فأن يكون تمثيل نساء 26% إلى 30% إضافة إلى 30% مع قدام المحاربين فهذا سيثير الحنق عندها ويجعل الأمر تنح منح آخر قد يكون في بداية الأمر استفاد موجيب الرحمن من تعاطف الشعب والحالة الأنسية للجماهير والواقع المأساوي قد خرجوا من مجازر الجيش التي اتكبتها الحكومة الباكستانية في حرب التحرير في عام 1970 فاستفاد من هذه المرحلة بأن طرح هذا القانون وكان مرضي عنه ابتداء تعاطفاً مع هذه الناس التي ضحت لكن مؤخراً والناس التي لم تشهد ولم تعاصر هذا الأمر ستجد أن هذا الأمر دخيل وليس مطلوب ولم يكن بناءاً عن حاجة شعبية ومطلب جماهيري دكتور ميزان الرحمن هناك أكثر من 400 ألف خريج سنوياً يتنافسون على 3000 وظيفة حكومية أيضاً هناك قرابة 18 مليون شاب عاطل عن العمل في بنغلاديش ولكن السؤال المطروح هنا تعتقد أن نظام المحاصصة الكوتا من العوامل المهمة والفاعلة في انهيار الاقتصاد البنغالي التي تتمثل في هذا العديد العدد الكبير من العاطلين عن العمل أم تعتقد أن هناك عوامل أخرى ساهمت في انهيار الاقتصاد البنغالي دكتور ميزان هل سمعتني؟ نعم هل تسمعوني أستاذ؟ هل سمعت السؤال؟ نعم نعم تفضل نعم يعني لو سمعتموني أنا أريد أن أقول من البداية يعني من العام 2008 إلى عام 2024 فإن بنغلاديش في طريقها إلى التحرر من سوء الحكم البائي يعني إن أقوله صراحة نعم موضوعا للمعلومات الواردة من المصادر المختلفة يعني قرض حسينة من بنغلاديش في الوقت الحالي الآن في الهند كما سمعتها من الجهاد لقد ملأت الشيء أحسينة حقيبتها من الخطايا بقتل الجنود في بلكانة في 2009 الذي يقال تمرد حسن حدود وبمجرد وصولها وصوله إلى السلطة بدعمه العسكري في عام 2008 يعني بدأت فترة القمعة التي تعرضت لها حسينة بقصد 7-57 قائدا وطنيا من العسكريين الذين يخضبون في قوات الدرك وهي قوة الحدودية لبنغلاديش وأعدم زعماء الجماعة الإسلامية باسم المحاكمة غير عادلة وقتل آلاف من الطلاب والمرضاء والرجال والأعمال وعامة الناس يعني لقد دفعت حسينة البلاد إلى حافة الدمار من جميع الجهات خلال هذه السنوات 15 يعني لها ومع ذلك سبب كبير آخر لتقوطها هو أن المنظمات الحزبية الحكومية لقد ظلموا شعب البلاد لقد استخدموا الأسلحة على عامة الناس لقد دعا الناس في كلمة واحدة لقد قاد الفساد البلاد إلى وضع بخجل في محكمة العالم دمرت وصائل الأعلام وأغلطت الحكومة جميع وصائل الأعلام والموالية للحكومة باستثناء عدد غليل منها تم تجن وشان جميع تحفيين المعارضين وفتل أفراد من الجيش والغطني على يد تمرد بيجيار كما قلنا قبل ذلك وقد قامت الحكومة بتعذيب العلماء البلاد بطرق عديدة وقد قامت الحكومة بمهاجمة ومحاكمة وتعذيب زعماء جميع الحزاب السياسية المعارضة وستجن جعيم المعارضة رئيس الوزراء السابقة خالد غضية وقتل جميع حبار قادات الجماعة الإسلامية كما قلنا قبل ذلك وكان أهم أسباب سقوطها هو المسبحة التي تكبتها الشيخ حسينة أثناء قمع حركة الساحة الحصة الطلابية يعني قتاة كما قلتم اعتبارا من الأول من يوليو هذه السنة وعلنت طلاب حركة من مرحلة واحدة تطالبوا باستقالة الشيخ حسينة بسبب مسبحة زملائهم في كل أنحاء البلاد وكما هو الحال دائما أغضت الحكومة البقاع في السلطة من خلال نشر الشرطة وكطائب التدخل السريع والجيش المنغالي في إطلاق الناع على الطلاب في صدورهم ولكن الشيخ حسينة اتقالت بسبب برنامج حسار قصر حسينة وعننا السقوط حسينة الآن أتبحت عملية تشكيل الحكومة المقبلة مهمة للغاية يستطيع الجيش الاستيلاء سنتي على هذا الموضوع دكتور ميزان الرحمن سنتي هذا الموضوع عملية ربما تولي الجيش زمام الأمور في بنغلاديش ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ محمد أستاذ محمد لحظة أستاذ محمد مع تولي شخيخ حسينة السلطة عام 2009 واصلت العمل بهذا النظام نظام الكوتا ولكن لماذا وصف البعض هذا النظام بأنه طائفي ما سبب في ذلك؟ بكثوص كوتا نعم الذي أنتم سألتمو يعني هذا ما يكفي حتى يلقى هذا كوتا سيستم نعم لأنه شيخ حسينة خلال 15 سنة يعني هي يتمتع حكومة السلطة نعم ما أنزز مثلا فرص العمل عزائف يعني تجارة أو يعني مثلا مدارس جامعات ما عملها حتى تحسين الاقتصاد نعم لم تحسن الاقتصاد بس هي تمتعت سلطة وحكومة نعم فلهذا حتى يلقى يش اسمه قوتا ما يكفي لعزائف أو لعمل نعم الآن يحتاج إنزاز العمل هذا كان ضروري لسلطة أو للحكومة طيب طيب أستاذ عبد الله يعني مسألة تحول النظام إلى أداة في يد رئيسة الحكومة لدعم أنصارها وبالتالي منحهم العطايا والمزايا لتعيين أبنائهم ومعارفهم بينما يغرق الشباب البنجالي في مستنقع من البطالة والفقر ولكن هل نستطيع ضمن هذه المعطيات التي قبل قليل ذكرتها هل نستطيع أنه من هنا بدأت تململ الشعبي وبالتالي بدأت يعني بذرة الاحتقان كما يراه المراقبون نعم في الحقيقة لكل يعني لكل الثورة على حاكم أو على على ديكتاتور هناك مفتاح بهذه الثورة المفتاح عادة يكون تفهمه جميع الجماهير أو الطبقة الغالبية من الناس الثائرين أو من الناس المحتجين لا بد لكي تحرّض هذا الإنسان تقول له قم لنمسح نظام الحكوم أن تبين له واقعة مفهومة واضحة يشعر فيها بالظلم فالواقعة الأساسية التي اعتمد عليها الطلاب والمحتجون ودكاترة الجامعات في إشعال هذا الشعب هي في إفهامه أن هذا النظام يضطهدهم ويأكل حقوقهم ويتعامل معهم بطبقية والتمييز وما إلى هناك هي هذه المسألة مسألة الكوتة لأنها مفهومة وواضحة إلى الجميع أما كما تفضل الدكتور ليست الكوتة وحدها هي التي سببت البطارة وسببت الفقر لدى المجتمع وأدت إلى الثورة وإنما مسألة الفساد الاقتصادي والانهيار الاقتصادي والركود الذي وصلت إليه بني جلاديش فلو أنت هناك نمو وكثافة سكانية متزايدة فلو عدنا إلى عام 1901 عندما كانت بني جلاديش 19 مليون فقط 19 مليون إنسان وبينما بعد مئة عام عام 2019 تقريبا أو إحصائية 2020 بني جلاديش 170 مليون هناك تزايد بشكل كبير تقريبا بكل واحد كيلو متمربع هناك 900 شخص يعيشون وبين كل 80 أشخاص في بني جلاديش هناك واحد عاطل عن العمل مثل ما تفضلت في المقدمة البطالة الشروها يرتفع ويزداد بشكل كبير والنمو السكاني يزداد بشكل كبير وليس هناك حلول من الحكومة وإنما الحكومة تقوم فقط بإضطهاد المعارضين بحماية عرشها وحماية الأقلية ذات النسبة القليلة من هؤلاء قدامى المحاربين الذين باتوا يعني من العجائز نسبتهم لا تتجاوز 2 بالألف تقريبا أو إذا زالت على مستوياتها في بعض المقاطعات 12 بالألف فهذه نسبة جدا ضئيلة بالنسبة لعموم الشعب وبين جلاديش طائف دولة إسلامية أو طائف دولة في جنوب آسيا من حيث حدد السكان ولديها موارد مائية هناك 58 نهر يمر في بن جلاديش هناك الناتج المحلي من الأرز العالي وناتج الألبسة الضخم إضافة إلى حقول الغاز وغيرها من الثروات الباطنية التي تنعم بها بن جلاديش والأرض الخصبة الوافرة ومع ذلك الحكومة تفشل في تنمية هذا الاقتصاد وفي توفير فرص العمل للعمال وللناس وأكثر فئة مستهدة من هؤلاء هم الناس المتعلمون وطلاب الجامعات ووعدنا إلى تاريخ بن جلاديش منذ اللحظات الأولى من قبل أن تنفصل بن جلاديش عن باكستان في عام 1970 وحتى بعد انفصالها عن الهند بفترات قريبة الاحتجاجات دائماً كلابية هناك سوء في التعليم وسوء في إدارة التعليم وسوء في أن يكون التعليم يعني يؤمن فرص العمل وأن يفيد سوق العمل هناك مسألة اقتصادية كبيرة ومشاكل اقتصادية كبيرة عالجتها حسينة واجد هذه الرئيس الوزراء الفارة إلى الهند عالجتها بتكميم الأفواه وبتهريب رؤوس الأموال خارج البلد جعل الناس والرؤوس الأموال عندما يكون هناك قبضة أمنية حديدية وهناك خوف من الحجر على الأملاك ومن الاتهام بالرازقاس هذه التهمة المعلبة الجاهزة لكل واحد تريد الحكومة أن تقضي عليه أو أن تحتجزه في معسكرات بتهمة التعامل مع الجيش الباكستاني أو العمل ضد الدولة هذه التهمة المعلبة الجاهزة جعلت رؤوس الأموال وعشرين بالمئة من رؤوس الأموال تفر خارج البلد والاستثمارات تتناقص بمعدل كبير بعد أن كانت في نمو قبل فترة حسينة واجد في 2008 كان المعدل في ارتفاع وبدأ يتزايد ويتحسن لكن بعد أن سيطرت على الحكم وقامت عمليات التصفيات وقتل يادات الجماعة الإسلامية أصحاب المد الشعبي الكبير والحب الشعبي كذلك رؤوس المعارضة لم يسلموا منها فتنسببت في هذه الأزمة فالشعب يرى أن هذه حسينة هي مشكلة بالنسبة لبن جلادش ومشكلة كبيرة ولا يبدأ من استيصالها أولا فهذا ما دكتور ميزان هناك من طالب بعادة النظر في هذا النظام نظام الكوتا اضطر الحكومة في الأول من يناير عام 2018 إلى إصدار تعميم يلغي هذا القانون ولكن لماذا هذا القرار لم يحظى بقبول لدى المحكمة العليا في بن جلادش لماذا لم تقبله طبعا هذا القرار قرار إداري ليس قرار محكمي كل الناس يعرفون أو المتخصصون يعرفون هذا عمل الإدارة يعني عمل الحكومة ليس عمل من المحكمة هذا هي مؤامرة من الحكومة فهم الطلاب فإذا هم ما قبلوا هذا الذي هذا الذي يعني وضع الحال ضيقة للحكومة أو الآخرون يعني يعني لهذا اتخدمت حسينة الشرطة بشكل أساسي لقامع الناس العديد من الضباط الشرطة غير الشرفاء سواء كان ذلك على أمل الترقية أو بسبب تمسك الحكومة بأيديولوجية الحص لعبوا بدورهم دورا مفرطا في حماس لمنع السقوط الحكومة لقد قتل مئات صلاب أنفسهم إناثا عاديين لقد أصبح الجميع مالكا لآلاف قروتاتا عن طريق نهب الناس وقد اشترى الكثيرون منازل في الخارج بهذا في العيش في الخارج بعد الحكومة حسينة قد فر الآن رجال الشرطة والعديد من عباي الحكومة وتم القبض على أحدهم هو في طريقة للفرار للفرار لقد قام العديد من الحسوم بالتشخير في أمهات وأخوات السياسيين ولقد تحمل الناس كل شيء بلا حول ولا قوة لفترة طويلة والآن بعد أن فترة حسينة من الحركة الطلابية يريد الناس الانتقام للشرطة ونتيجة ذلك لجأت الشرطة إلى مكاتبها ومراكز الشرطة الخاصة بها في كثير من الحالات يقضب الناس ويهاجمون الشرطة عندما يرون ملابسهم ونتيجة لذلك فإن الشرطة لا تؤدي واجبها هذه الأيام أو لا تستطيع وهاجم الناس العديد من مراكز الشرطة ونهيبوا أسلحتهم ومع ذلك شهدات الطلاب وهم يجمعون سافة الأسلحة والأساس المنهوب ويعذون إلى أماكنهم والجيش يقوم بواجباتهم أيضا الناس يساعدون الجيش أيضا لهذا العمل وأمر القائد الشرطة الجديد يعني رجال الشرطة بالعوض إلى الخدمة إلى العمل وفي غياب الشرطة الشهد الطلاب وهم يوضون واجبات الشرطة المروض الحسرات على قانون والنزام يعني كل هذا بطرق الخطأ من إدارة يعني من الحسينة إن هي قامت من البداية يعني بصحة النية بصحة يعني يكون أفضل من هنا يعني نعم طيب أستاذ محمد كما تعرفون المحكمة العليا بعد ربما ألغت قرار الحصص الكوتا عادت وأقرته من جديد في غضون ستة أيام ليس أكثر رجع القانون نظام الكوتا رجع إلى بنجلادش ولكن لماذا وصفت المحكمة قرار الإلغاء بأنه غير قانوني ما الدعي إلى ذلك؟ بعدما بدأت معارضة أو مظاهرة نعم إذن رئيس الشيخ حسين هو شاف يعني أكثر طلاب وأنحايل بنجلادش يزدادوا مظاهرات ومعارضة نعم هو خاف يعني هو فهم يعني ما يقدروا يوقف هذه المعارضة نعم فلهذا حقيقة محكمة في يد الشيخ حسين محكمة في يدها نعم هو يلعب مع محكمة تعرفين فلهذا هي قال محكمة خلي وقف يعني السلطات كلها كانت في يد الشيخ حسين كل شيء كان في يد والجيش أستاذ محمد حتى الجيش حتى الجيش كان في سلطة الجيش محكمة كل شيء في يد حسين أنه جاي ديكتاتور ديكتاتور نعم حتى محكمة يسمى كله هل كان والدها ديكتاتور مجيب الرحمن أي كان ديكتاتور أي هو كان ديكتاتور يعني كله أحزاب سوى بين لأن كنسل نعم بس فقط حقه حزب عامل نعم نفس الشيء عمل بنت شيخ حسين نعم هو يعني بالحكمة نعم وقف كله السياسات أحزاب نعم ظلموا خطلوا مسجون نعم حتى تعرفين الجمال يستمعوا وعدم زعمة هناك يعني كل شيء كان في يدها الشيخ حسين كانت مسيطرة على كل هذه الأذرع سوى كانت الأمنية والعسكرية نعم نعم ولكن يعني لماذا الآن حدثت الثورة يعني في هذا التوقيت تحديدا أستاذ محمد في كلال 15 سنة نعم الناس العامة كان مظلومين في كل شيء ما كان يقدر يتكلم نعم سحفين إعلامين ما كان يقدر يتكلم يكتبوا جد الحكومة نعم أكتفى أكتفتهم وكما في عدمة غلماء وإسلاميين عدمة نعم فلهذا كل الناس كان في قضوان عليها نعم في الأخير كان عن الاقتصاد نعم اقتصاد يعني كان مرتفع أسعار الأشياء نعم غلاء وفي الأخير كمان يعني حقهم ورؤوس أحزابه إن شاء لفلوس وأخذها في خارج البلد طيب خلي هذا كل ناس جاء سيد محمد هل كانت الشيخة حسينة أيضا تسيطر على الإعلام في بنجلاديش على التلفزيون على الصحف الإعلام أكثر إعلام كان في يدها كمان في يدها نعم يعني هي كانت على كله جرائي التليفزيون هي كانت مسيطرة حتى مسيطرة حتى هي عمرها خلي أنشر هذا خلي لا تنشر هذا نعم هي نفس نظام ديكتاتوري يعني ديكتاتوري لا يختلف مباشرة بين الثورتين 2018 و2024 ما الذي تغير في بنجلاديش ليقوم الطلاب بالاحتجاجات والثورة ضد الشيخة حسينة نعم ما قبل 2018 كان هناك عدد من الاغتيالات وإزداد سياسة الشيخ حسينة القمعية مما أدى لإحتقان شعبي كبير قابلته الشيخ حسينة لتخفيف هذا الضغط بأن قام بعد الاحتجاجات فخففت من نظام المحاصصة ونظام الكوتة وجعلت 93% من النظام قائم على الكفاءة هذا ووعدت بالإصلاحات ووعدت بمزيد منها في المراحل القادمة هذا مما جعل الأحزاب بعد يعني بعد هذه الوعود بأن تخفض من تصعيدها لكن وتنتظر هذه الوعود ونتائجها لكن أزمة البطالة تفاقمت ورغم قرار 2018 إلى أن البطالة استمرت ومعدلاتها ازدالت يعني ازدالت وديرت الارتفاع فيها ولم يكن هناك خطوات جادة لحل هذه المشكلة وضربت البلاد ركود اقتصادي وبالأخص تواكب هذا الأمر مع جائحة كورونا ومع العديد من الفيضيانات يعني القدر لم يحالف حسينة هذه المرة بأن تقوم بعض الإصلاحات الزائفة أو بعض الأمور وإنما يعني زاد همها هما فوق هم والناس انتظرت هذه الإصلاحات والإصلاحات زاد وضعها سوءا وزاد التفاوض الاجتماعي وأصفها هناك كانت تعد في 2018 وقبلها أنها في 2021 ستكون بنقلاديش دولة رقمية بنسبة 99% لكن ما حصل أن هذه الرقمة التي وعلت فيها بنقلاديش جعلت الشباب البنغالي ينفتح على السوشيال ميديا وعلى الأكبار وترتفع نسبة الوعي عنده وتزداد نسبة اطلاعه ويقرأ في نتائج الثورات ويقرأ في تاريخ الثورات وكما تعرف أنت ما بين مرحلة 2010 إلى 2020 هذه المرحلة كانت ثورات العربية وربيع العربي لم تظهر نتائجه بعد وإنما بعد 2020 إلى 2024 الناس درست أو أخذت الدروس من هذه الثورات وكيف فشلت في بعض البلدان وكيف الجيوش على الحكم في بعض آخر وكيف أودت في بلاد أخرى إلى الانهيار الاقتصادي الكامل والحصار المطبخ فالوعي ازداد لدى الشباب البنغالي هذا ما جعل الأمور تنحم نحو آخر مع الشيخ حسينة مشاهدين ضيوفنا الكرام هناك سؤال في غاية الأهمية هل ستنعم بنغلادش بالاستقرار بعد رحلة المرأة الحديدية الدكتاتورية كما وصفها ضيف الأستاذ محمد ذاكر مشاهدين الكرام سنتابع هذه التفاصيل ولكن سنذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان ثورة الطلاف بنغلادش ورحب بضيوف الأستاذ محمد ذاكر حسين والأستاذ عبدالله خالد هلال والدكتور ميزان الرحمن دكتور ميزان اضطرت شيخة حسينة إلى مغادرة البلاد بعد اقتحام المتظاهرين لمقر رئاسة الوزراء وغادرت فورا ليطيح الطلاب الثائرون بالمرأة الحديدية التي حكمت بالحديد والنار حكمت بنغلادش ولكن السؤال المهم بعد هذه الثورة ونجاح هذه الثورة الطلابية وأيضا العمال إلى جانبهم هل ستنعم البلاد بالاستقرار بعد سيطرة الجيش على مقاليد الحكم بشكل مؤقت في البلاد نعم سيتم تشكيل حكومة انتقالية وحكومة مؤقتة جديدة في بنغلادش اليوم حتى في هذا الوقت نظرا لمطالب المجتمع الطلابية الثوري يتم تشكيل هذه الحكومة برؤية دكتور محمد يونس الحاجز على جائزة النوبل لقد تم بالفعل الترحيب الدكتور يونس من جميع الجهات بما في ذلك حزب المعارضة الرئيسي الحزب القومي المغلادشي والحزب الإسلامي الرئيسي الجماعة الإسلامية فيقال أن الحكومة الجديدة ضمن خمسة خمسة عشر عدوا وفي الوقت الحالي يجب السيطرة على وضع القانون والنظام في بنغلادش وبعد ذلك يجب إسلاح المباني والمنازل المتضررة بعد استقالة شيء حسين سبعا تحدث مثل هذه نحزاز في البلاد وكان أدار عامة الناس ظهورهم بهؤلاء الطلاب الثوريين أعداء قوة استخبارية اختباراتية أنشأتها حسينة يعملون في الميدان لديهم خطة خاصة لذلك تشمل خطتهم في غضون أيام بعد حسينة من خلال اختلاف مع عامة الناس والتكاب بعد جرائم القتل القريبة هناك تحت شعار الناري يعني تكبير يكبير الناس يتم نشف فيدي على وصائل التواصل الاجتماعية يوجد هناك هدف أيضا في الأسس سيتم القيام بهذه الحركة لتأسيس جماعة السامية والآخر للعالم ويجب على الحكومة الجديدة قمع هذه المؤامرات ومع ذلك فإن الأمل في هذه الحالة هو أن تعمل جميع الأحزاب السياسية طلابية عامة وخاصة قادة الجماعة السامية والأحزاب السامية الأخرى وعلى منع هذه الأنشطة المضمرة ومع ذلك سجل الحوادث الهجوم وقتل ونهب واسعة النسخ على الأقليات وسيتم تدخل تلك الفيديوهات والصور على وصائل التواصل الاجتماعي كما فعلوا قبل ذلك يعني وقد فعل الحجم الحسينة ذلك مرات عديدة من قبل بهذا إثبات أن الأقليات ليست آمنة لأي شخص بإستسناء حسينة وخلقوا فرصة للهند للتدخل داخل بانغلاديش بحجة من الأقليات فلذا فإن شاء فعلوا وقد لعب الحزب الإسلامي الرئيسي الجماعة الإسلامية والعلماء أفضل دور في مواجهة هذه المؤامرات وقد قصت الجماعة الإسلامية فروعها المختلفة لحراسة منازل المباني الدينية بمجتمع الأقليات المحلية لا تزال هناك حوادث هجمات يتم التصدي لها بمساعدة الجيش مع ذلك تدمير يوجد تدمير محصات طول للطاقة أو الجسور الكبيرة أو المسانع هذه الأعمال هذه الأفعال في مواجهة حسينة قبل ذلك أيضا يوجد أيضا هنا بحضب الأسلاحات تصبح تحديا للحكومة المقبلة الحكومة القادمة يجب أن تفشل في إدارة البلاد نعم أظن هم فعلوا إن شاء الله يعني أنت متمئن لسيطرة الجيش بشكل مؤقت أستاذ دكتور دكتور نيزان عكوا أستاذي هل أنت متمئن لسيطرة الجيش بشكل مؤقت على بنغلادي دكتور يعني الجيش لا يصيطر الجيش يساعد الطلاب الجيش يساعد الطلاب الطلاب لا يطلبون السيطرة من الجيش طيب سنستمع إلى رأي الأستاذ محمد ذاكر أستاذ محمد هناك من يشكك بقدرة الجيش على تسير أمور البلاد نحن نعلم والتاريخ ثبت ذلك أن الجيش عندما يمسك السلطة لا يتركها بسهولة هل أنت تثق بالجيش أنها تحكم بنغلادي بشكل مؤقت لحين صيرورة عمل انتخابات برلمانية مبكرة مثلا لا حقيقة الآن جيش هم يحاولوا تشكيل حكومة مؤكدا برئاسة محمد دكتور محمد يونس طيب بعدما تشكيل حكومة مؤكدا جيش يرجع إلى مكانه يرجع إلى عمله لكن أنت قلت أن الجيش سيطرت عليه حسينة هذا إذن كان حسينة في السلطة نعم في الحكومة نعم الآن حسينة خارج السلطة خارج السلطة لكن الجيش رئيس الجيش هو نوتل نعم نوتل نعم ونحن نأمل يكونوا زيد جيد يكونوا زيد وهو رئيس البلد حاليا نعم محمد شهاب الدين نعم هذول اتنين الآن سيتحويل ومناكشة مع حزاب السياسية لتشكيل حكومة مؤكدا أستاذ محمد ماذا لو تمسك الجيش بالسلطة ورفض أن يغادرها ما هو الخيار أمام الشعب البنغالي الشعب البنغالي ما يستقبلوا ما يعني يستنكروا على طول يعني نعم يعني ما يوافقوا لا يوافقوا ما يوافقوا ربما سيحدث ثورة جديدة ثورة جديدة نعم ثورة ثالثة ثورة تصحوا نعم أستاذ عبد الله حقيقة هناك خشية من تسلط الجيش على حكم البلاد وذلك من أجل يعني بذريعة إعادة الأمن والاستقرار بعد الاضطرابات الأخيرة هل هذا التخوف في محله أستاذ عبد الله بالحقيقة الجذور التاريخية والتجارب الحديثة والقديمة تثبت أن الجيش عندما يتسلم زمام الحكم والسلطة في البلاد لا يمكن انتزعه إلا بانقلابات مماثلة بانقلاب عسكري كما حدث في باكستان في انقلابات متتالية وما حدث في عديد دول العربية والإسلامية وحتى في العام ثالث عندما يتسلم الجيش الحكم يصبح من الصعب أن تعود السلطة مدنية بحته والآن هناك تخوف كبير في فابين انقلادش بهذا الشأن الذي تسلم الجيش وقر الزمان خان هو من مواليد 1966 تقريبا ومن هؤلاء القدام المحاربين الذين كانوا محيطين بالشيخ حسينة وقد عمل معها ثلاثة عقود وكان يتابع بشكل مباشر لها وهو صهر رئيس أو قائد الجيش ما بين فترة 97 إلى 2000 هذه الفترة التي حكمت فيها حسينة كذلك كان استلم هيئة الأركان منذ سبت أشهر ثم سلم قائدا للجيش برعاية السيدة حسينة وقد عقد اجتماع قبل هروب حسينة منذ أيام إلى الهند وهو من أدل أو من حذرها لأن الجيش لم يعد قادر على مواجهة الشعب فالشعب خرج بكميات كبيرة ويملأ ساحات وشوارع دكة والمدن الأخرى فهذا الجيش البنغالي ممكن أن يقود الجيش ثورة مضادة يعني يرجع السلطة الحاكمة يعني ليس شرقا أن تعود الشيخ حسينة ولكن تعود السلطة الحاكمة ممكن نعم قد يقل الآن محمد شهاب الدين رئيس الرئيس الحكومة هو من قدام المحاربين هؤلاء الذين في رابط عوامي وعندما انتخب رئيسا انتخب بدون أن يكون له أي منافس يعني كان المرشح الوحيد من رابط عوامي وكانت رابط عوامي هي الحاكمة هذا الحزب الذي ترأسه حسينة واجد وشغل قاضي لمدة طويلة قاضي جلسات وهو أحد من حكم على قيادات الجماعة الإسلامية بالإعدامات المتكهرة فهذا محمد شهاب الدين فهو ليس شخصية رؤوفة ورطيفة بهذا الشعب صحيح أن حسينة قد تركت رئاسة المزراء وخرجت إلى الهند لكن لا تزال رابطة عوامي وهؤلاء الناس الذين تم توظيفهم عبر أربعين أو خمسين سنة في المراكز الحكومة يشغلون مناصبهم وأماكنهم فإذا لم يكن يتم إقالة هذا الحزب بشكل كامل وتغيير نظامه من جذوره فيصعب على الشعب البنغالي أن يعود إلى أو يعيش حياة الاستقرار والديمقراطية لا ستكون هناك الوقت أدركنا سأعود إليك دكتور ميزان بدقيقة لو تكرمتم تفضلتم ما مدى قبول الشعب البنغالي الديمقراطية هل سيشهد مزيد من الاضطرابات كما حدث في بعض الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي هل سيستقبل الشعب البنغالي الديمقراطية برحابة صدر شعب البنغالي هم يريدون الدموقراطية هم لا يقبلون السيطرة من الجيش إذا يستبل الجيش على السلطة فلن يقبل هذا الطلاب طبعا نوجد هنا كتحديث من الهند الهند تريد أن يستبل الجيش على السلطة هذا الذي تريد الهند بعد فرار الحسينة ولكن قاعد الجيش الحالي لم يوافق كما طعينا من مجدات لأن الكثيرون يعتقدون أنهم يريدون إرافض المزيد من الدماء لقمع هياج الطلاب طبعا يوجد هناك بعض الرجال في الجيش يريدون أن يطلبون السيطرة ولكن الآن قائد الجيش جيش كما سمعنا أو كما رأينا هو الذي لا يوافق هذا إذا فعل ذلك فسيكون هناك سفق الدماء لن يقبل فلذلك أحد فلذلك لا أريد أو لا أعتقد الجيش تطيبون أن يفعلوا هذا أنا أشكرك دكتور أشكرك أستاذ عبد الله بدقيقة ما المطلوب من القيادة العسكرية البنجالية ومن الأحزاب البنجالية في هذه المرحلة تحديدا بدقيقة لو تفضلتم للحكم المدني وإعطاء الشعب حريته بانتخابات حرة ونزيهة تتوافق مع مقاييس المجتمع المسلم السني الفقير المضطهد المحروم منذ عشرات السنين والاتزام بالحوار والتعاون وأن يكون هناك ألفة ووحدة وننبذ كل التدخلات الخارجية والسياسات التي تمليها الدول المحيطة والخضوع إلى مرحلة الإصلاحات السياسية وكذلك إصلاح على جميع المجتويات الاجتماعية وترميم كل الأمور التي سببتها المراحل السابقة من الإفساد والإضرار بهذا الشعب كيف تتوقع مستقبل بنجلادش التي نتمنى لها الاستقرار والازدهار طبعا بطبيعة الحال من العراق نحن نقول الحمد لله بعد الثورة الآن نحن نأمل بنجلادش يكون جيد أحسن كثير كثير مرة من أول لأنه خلال فكروا ما يعود مرة ثانية إن شاء الله بإذن الله مشاهدين الكرام كان معنا عبر سكايد الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأسيوية الأستاذ عبدالله خالد هلال أستاذ عبدالله شكرا جزيلا لانضمامك إلينا وكان معنا عبر الهاتف أستاذ في جامعة غازي عنتاب التركية الدكتور ميزان الحق دكتور شكرا جزيلا لانضمامك إلينا دكتور وكان معنا في الستوديو ضيفا كريما الكاتب الصحفي البنغالي محمد ذاكر حسين شكرا جزيلا أستاذ محمد على حضوركم هنا في قناة الرافدين الفضائية شكرا والشكر موصول لحضراتكم مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة